أجرت كاتبات الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولية سيدة مونيا بوستا بالرباط مباحثات مع كتب الدولة البريطاني للقوات المسلحة السيد مارك لانكستر الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب تستغرق يومين وخلال هذه المباحثات أعرب المسؤولان عن ارتياحهما للعلاقات الممتازة بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة وللدينامية الإيجابية لتطورها وفي هذا الصدد أبرزت السيدة بوستا مختلف الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس مشيرة بشكل خاص إلى التطور الذي يعرفه المغرب بوصفه بلدا مستقرا في المنطقة والمزايا والتجربة التي تحظى بها المملكة في مختلف مجالات التعاون جنوب جنوب ولسيما في الدفاع والأمن من جهته أكد السيد لانكستر الاهتمام الذي توليه بلاده لتطوير وتقوية علاقات التعاون والشراكة مع المغرب لسيما في إطار الحوار الاستراتيجي الذي أطلق بين البلدين في يوليوز 2018 بلندن وفي سياق ما بعد البريكسيت كما احتلت القضية الوطنية حيزا في المباحثات خصوصا على ضوء الموقف البناء للمملكة المتحدة التي دعت إلى حل سياسي عادل براغماتي ودائم خلال اعتماد القرار 2468 حول الصحراء المغربية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة